موسيقى 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 قلنا أمهاء الطفل عندما يولد يكون خالية من من؟ من البكترييا عندما يكون خالية من البكترييا يكون غير قادرة عليهم على تحويل فيتامين كي من الوكسدايس فوم إلى الراديوس فوم وهو يفعل موسيقى 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 و بدون موسيقى 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 الطفل عندما يأتي لازم ينطي بعضلة الرجل موسيقى موسيقى منطقة الفخذ موسيقى موسيقى من الهوماريجك موسيقى 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 عن قريناته. شون اميز انه هذا الطفل عده لأولاد. خلي اوضح للقضية. البيتي هو البروثرومبين. تمام? البروثرومبين تايم. تبعي هنا. قضية تحول البروثرومبين الى ثرومبين الى وقت معين. تبعي اذا صار الوقت بسرعة يعني الكواغليشن يشتغل حدي صحيح. واضح. اذا زاد الوقت معناه انه مدى اقدر اسوي العملية فش يصر عندي? يصر عندي بليتنج. او الهيمراجي. ليش? هذا يدلي على نقص فيتامين كي. ولكن هذه القضية بس بروثرومبين تايم هذه موجودة بكذا شون الي ساعدني اتأكد? خلي اوضح لك شنو هذا طبعا يكون مزداد. من ازداد تحول البروثرومبين تايم. من تحول الى ثرومبين تايم. الى ثرومبين عفوا. هذا الوقت اذا ازال. صار عندي خلل ما اقدر سوا حملية كواغليشن. على مدى اتأكد منه هاي اليونيت الهيمراجي. شي صار عندي اتشيح. شنو? البروثرومبوبلاستين. الثاني. الثرومبوبلاستين. الثاني. الثرومبوبلاستين الثاني. هذا فاكتر 11. هذا. هنا لدينا فاكتر. واحد. اثنين. عشرة. خمسة. ثمانية. تسعة. سبعة. داعش. ما عشوك 13. هذاني. كلهم. واحد يأكتب الثاني. رح نشرح هذه القضية. قضية يكون اكتب داخلية تبدي من فوق الى تحت. واكتبه شنو? خارجيه تجي من السبعة وتأكتب العشرة واحد يكتب الثاني. المهم ايهو ما افضل. اهم عنصه واحد. اللي هو فايبرين. اللي ينتهي بالاخير. والاثنين اللي هو بروترومبين. فاثنين هانا بروترومبين تاني. يتحول لها ثرومبين سوى اللي شنو? يسيو حول لها فايبرينواجيه لا فايبرين. اما هنانا عندي البارشي الترومبوبلاستين. هذا يمثل لي شنو? فاكتر 11. وضحت الفكرة. هذا ايضا يكون مزداد. مجرد ازديات فترتي. تمام؟ ما رح تكون عندي. القابلية على شنو? على اكتبة البقيات. فاذن يكون عندي بطء ويزود الوقت بعمليات التحول. لان اطماعش اطماعش يفاعل عشرة. عشرة يفاعل. وبالاحرة اطماعش يفاعل اطماعش. والاطماعش المفاعل يفاعله داعش. يدعش المفاعل يفاعله داعش المفاعل. فهم الفكرة؟ يعني كل هذا خامل. لما هذا اطماعش يصرف ما عش اي. خلي نقول. ما عش اي طيعاز لي داعش. داعش يصري داعش اي. داعش اي طيعاز التسعة. تسعة تشلس فينو؟ تسعة اي. واحد يكتب الثاني. انتبهوا الان. اذا اضعني زادان عندي واقع تحول هنا. معناتها ماذا؟ وفي ذلك اي طالي انا بخطورة هيموريجيك. بحال النطفال يسمى يونيتر هيموريجيك ساينراء. القضية هو انتبهوا اميزه عند امراض البقية اقرانة. امراض الدم. امراض عندي مشكلة بالسيستم فعلا. عندي مشكلة بالبلايتليت. اجي عليهم على البليدنغ تايم. فترة النزيف. تمام? اذا لقيتها نورمال. ابتبه هنا. لني مرتفعات. بس هذه نورمال. واحد الفكرة. اذا هذا شنو؟ هذا لا. هذا نيو نيتون هيمولوجي. هذا ليس مرض ثاني. شغلات تخربط للبليدنغ. ولا مرض بالبلايتليت. لماذا نورمال؟ لان البليدنغ تايم فقط على الصفائح الدموية. كل ما تكومت الصفائح الدموية. تمام? هي تسد الفتحة. ما تجرحها. اما الفاكترات الذيني. يفعل لي الفايبرين. والفايبرين يربط الصفائح الدموية مع بعض. وضحة القضية. فانه بس مجرد بعضها انت تحط حجر بمكان معين هو يشد الفتحة. لكن لما تحط اسمنت مع الحجر تنسد الفتحة كلين. الحجر يمثل لي الصفائح الدموية. والاسمنت يمثل لي الفاكترس. او الفايبرين. واضحة الفكرة. اذا اجي اقيس pt و ptt و اقيس نورمال البليدنغ تايم. القي pt مرتفع. ptt ايضا مرتفع. والبليدنغ تايم نورم. واضح الكلام. هذا ما يكون عندي. يونيتل هموريجيك. صح؟ صحيح. تستخدم كل انواع البكترية. فمن تستخدم انتبايتك يغطي لك كل انواع البكترية. رح يبدي هاجم البكترية الي عندك. وهذا شيء غير مرغب بي. خصوصا اذا استخدمت الفترة جدا ضويلة. واضح؟ هو بالطبيعة جدا فعال وجدا مفيد. ودائما نستخدمه. لماذا؟ لانه لا نستطيع الكثير من الامراض او كثير من الامراض لا نستطيع انكتشفها مباشرتين. ولا نستطيع ان انتظر البكترية الي اخذ وقت. فرأسا نبدي لهم برود سبكترا وانتبايتك خصوصا بحالات الطوارئ حالات الخطرة حالات النيمونيا حالات الالتهابات اللي ينحس عليها بها خطورة. نمطيهم برود سبكترا وانتبايتك على موت. شنو؟ يعالج لي حالة المريض. اذا ما استجاب نبدي نغير الانتبايتك لحد ما يجي التست. القضية وان اذا استمرنا باستخدام الفترة مطولة. رح يقوم بحالة لعقائل بكترية الي يقتلها البكترية الي لا تتضرحها. بالتالي تكون خطورة بليدين. خطورة مشاكل كثيرة طبعا. ممطبينها عدم حصولك على الفيتامين كي. والفيتامين كي. اكو واي دراسات كثير من دراسات. هسا انا رح اتطلق لك. اذا تفتح لي اذا اذا افتح لي الدولاب البيوتيني. قلبت السبليمنت مع الفايتامين دي رح وضح لك الدراسات الشون والكتب وش تقول اكو هذا الفوار فوار لون ازرق لا هنا جريجة قلبة فارغة كانت جوا نفس هذه البينك فارغة اي هذا يهو دخلي هناك اي اي هذا جيد الكاليسيو شوف هناك اوضح لك الدراسات ما تقول المثبت وحسب الكتاب ما عندي عندي فيتامين كي يشترك مية بالمية بالكواكل صح ومهم وما يسرع ما يسرع عندي بليدنج ويحافظي على يمن على تخثر الدم في حال وليس عندي نزيل لان اقل الجرح رح خلي عندك ينزف ماكو مصحيح وعرفنا قضية الوارفاري وفهمناه موثم بعد عرفنا الآلية ما لعب لاش لونه ولكن الامور الثاني اللي ما نركض عليه ليس اصبر فيتامين كي يستخدم كثير من الكريمات على اساس انهو يعالج الآثار جروح وهذه الدراسات ممثبتة اكو دراسات شي تقول تقول فيتامين كي شنو؟ يعالج لي الاستيوبورسوس اللي هو هجاشة العوام اللون ما لدي اعلاق طبعا ولكن وجود فيتامين كي بوحدة من الدراسات يقول انه فيتامين كي يساعد لامتصاص الكاليسيوم ويساعد بزيادة عمل فيتامين دي واضح الفكرة عندما تجد تجد كاليسيوم الدراسة ليست متبتة والفدي اي لا تقرأ انه هذه الدراسة صحيحة وغم هذه شركات الادوية والعلاج المشهورة اللي اشهرها الشركات المانية هذا العلاج من شركة اديكا وهذا غير مدفوع الثمن زين؟ علاج مجاني يعني الاعلان قصدي هذا العلاج من شركة اديكا الالمانية الدراسات تقول فيتامين كي يعني يساعد لي بعلاج الاستيابروسيس تهشرة العظام وحشاشة العظام في فترة تهشاشة العظام نأخذ نأخذ كاليسيوم ونأخذ فيتامين دي ونحاول ان ننضبها صحيح؟ هنا نشوف هذا كاليسيوم هنا ستجد ستجد كاليسيوم ستجد فيتامين دي ستجد فيتامين كي ون تمام؟ ليش؟ لان الدراسات شو تقول؟ الدراسات الجديدة تقول ان فيتامين كي يساعد على امتصاص فيتامين الكاليسيوم وفايتامين وفايتامين دي ايضا فيم تفكرة؟ فيم؟ اكو دراسة هذا حاط لك حاط لك كي وان لان الفلورامالتك تقدر تحاول كي واضح الفكرة؟ هو انتك كي وان اما احدى الدراسة صارت حاليا بالعالم وفعاليا حاليا حاليا متفعلة ولكن احدى الدراسة وفايتامين عملت لها مرور جزي بدت تتقبل الفكرة ومشتها ومشت نوع من العلاج التي تحت التجربة حاليا ما؟ اشتدام فيتامين كي 2 لعلاج حشاشة الأذان ووستيوطرس فضح الفكرة المانيا حارتها وردي بالصب لم تقلق فترة طويل واضح الكلام؟ واضح هذه معلومة جداً لطيفة تفيدك انت وتكون على الطلاع وبينك بهذه الأمور كيف؟ فيتامين كي اللي هو فيتامين كي واقليش فيتامين كي لوتين صحيح؟ ساعد لي عملية تغفر الدم عن طريق تفعيل موجودة لشكلين الرئيسيات كي 1 كي 2 عندنا 4 أو 5 تمام؟ وأكد راسات تقولك وستين وثلاثة طبعا هنا نحن نعبر اوكسدايس كي 1 يتحول لي الى رديوط كي 2 يفعلي القامة كارفوكسيلي اللي هي راح تسوي لي ام ميتر أو ام ماتور ض operators منهم ثانو نحوول إلى ثاني سعم وتعرع و كي 3 متعد ان ما نعمل قلر لاني أريد ابني ما أمنعه؟ في حالات الأرثمية حالات امراض القلب لا يوجد أي علاقة بالأمراض أقل الثرومب أجنب تكوين التخطر و أجنب الجلطة عن طريق ما؟ استخدام الورفار الفورفارين ما هو عمله؟ هو فيتامين كي ما هو؟ إنهيبتر أو أنتاجرس يجي هنا فيتامين كي طفل يجي إنهيبت ما عنده؟ أمعاء تكون خالية من البكترية اللي احنا قلنا قلنا البكترية هي اللي تحول لي هي اللي تكون فيتامين كي 2 وتحول لي فيتامين كي 1 إلى كي 2 تمام؟ و بدون وجودها ما نقدر ناخذ على أي فيتامين كي إلا عند أكل نوع مخصص من الأغذية اللي هي نوع اللحوم والأجبان وهذه مو دائما تكون غنية أصلا تكون موجود بها ولكن مو غنية يكون بها كي 2 نيجي هنانا نيجي هنانا نيجي هنانا نيجي هنانا نيجي هنانا نيجي هنانا اللي هو الدمار أو النزيف عند حديثي الولادة هذا من ما يكون شنو داخلي شو أنا أكتشفه؟ قبل لا أكتشفه يجي الطفل على مدجنبة هاية شا سوي له؟ ننطي حقنة فيتامين كي فبالتالي ننطي وقت يقدر يسوي الى ان تتكون عنده من الحليب ومن الهواء من التنفس من بعض الأحيان من المنيف دي كبر يقوم ياخذ المي تدراك كلها كلها يحتوي بكترية فمك يكون مفتوح فان ويقوم يدخل بكترية جزئيا الى 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 ان تتكون عندك الـ صحيح؟ حتى هذا الوقت نستخدم له بيتامين كي شوت وهو فترة بسيطة وبعدين يكون القضية المهمة على مد أميز هذه عن السايندرمات الثانية التي تسوي لي بليدنك ألقى نورمال نورمال والبي تي مرتفع والبي تي تي مرتفع بساطة عندي هنا لماذا أستخدمه؟ بها حالات أيضا ماذا يفعلني خطر علي يصر عندي خطر من أني عندي نقص بيتامين لأن هذه حالات نقصان ماذا يصر عندي خطورة؟ يصر عندي خطورة لما أستخدم انتباهتك لفترة طويلة بالخصوص الـ أما الناس الذين تستخدم انتباهتك أثناء الفلاونزة هذه حالتها أسوأ من هذه فهميني؟ ما شاء الله الحمد لله تحت اللسان قبل أن أشرب اثنين أموكسلين من الثلاجة لما صار عندها الفلاونزة والفلاونزة والانتباهتك علاق بكتري ومتاز تشخيص راحة خصوصا من البلدان الحربية الحمد لله شكرا على الأموم أهمية الحقنة لأنه حليب الأم خالي من فيتامين كي لذلك نعطي الإنجاكشن القضية اللي ممكن تسألني عليها ذكرت لي الدفشنسي شو ما ذكرت لي التوكسيسيتي صحيح؟ ونحن قلنا بايتامين كي هو بايتامين من الفات أو اللي 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 ممكن داخلنا جرعات عالية ممكن تسمم قضايا تسمم حالاتها جدا نادرة وأبدا تكون غير مشهودة هذا اللي يريد انتحر يأخذ أي نوع علاج كمية عالية الكبد راح يوقف ما يقدر سوف يتوازم يموت أما الإنسان يأخذ سبليمنت عادي حتى إذا أخذ مننا زيادة كثير من عنده يروح ليش؟ يعني هو يمر عن طريق جي آي أولا ثاني شي لأنه لازم يتحول البكتيريا من 1 إلى 2 ونحتاج من الغذاء أيضا أغلبه يكون عدنا بشكل ويتامين كي وان فكمية أصلا كليش قليلة بالجسم فميصر عدنا تسمومة وحالات تسمومة مع السبليمت تكاد تكون غير مذكورة وحادثت فكرة ليش إحنا ذكرنا فائدة وتكوينه وذكرنا الدفشينسي الدفشينسي اللي هو النقصان إذا نقص شي سويلي يا سايندرام بالأطفال نيونيتر الهيمولوجيك سايندرام اللي هي البليدن عند الأطفال وإذا نقص شو كثير نقص عندي أيضا بحالة استخدام الأنتبات الفتاة طويل شوانا أتجنب هذا الأمور أكون حذر أنطي للمريض بايتامين كي تمام؟ وللطفل اللمني ولد أنطي بايتامين كي وانتهى الموضوع كل بساطة هذا كل ما يحتاج أن أرفع عن بايتامين كي إذا عندك شكالات في عملية الهيمولوجيك راح ترجع لمحاضرات الدم راح تلقاها كاملة هناك ومشروح بالتفصيل وأتمنى أن تكون سهلة عليكم بسيطة حتى ندراكم وحب القدم نترككم في رعاية الله وحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر